بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم التنوين دي رابع حاجة عندي في درس النهاردة التنوين وأنواعه طبعا التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في النطق ولا تكتب ولا ينطق بها عند الوقف على الكلمة وهي هو سلاسة أنواع أنواع التنوين تنوين بالضم تنوين بالفتح تنوين بالقصر تنوين بالضم مثال نحلة جنود تنوين بالفتح مثل جدارا بابا تنوين بالكسر مثل مال جهود ملحوظة لا توضع الألف عند تنوين الاسم بالفتح عند الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف مثل هواء والاسم المنتهي بتأم مربوطة مثل حضيقة والاسم المنتهي بهمزة على ألف مثل مبدأ والاسم المنتهي بألف لينة مثل هدى تمام كده حبيبي احنا خدناه النهاردة درسنا النهاردة خدناه بعض كواعد الإملاء للصف الخامس الابتدائي وبالنجاح والتوفيق للجميع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله